السلام عليكم ازايكم عمين ايه يارب تكونوا بقى الفخير تعالوا بقى النهاردة نشوف سر تراود عجينة البيتزا عايز اقولكم ان هي هتكون احلى من برا اللي هيجرب العجينة بتاعتين هيبطل يشتري البيتزا من برا لان العجينة بتكون لينة كده وطرية وهاشة جدا من جميع اول حاجة نصلي على النبي كل هم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما تنسيش اللايك وشير وسبسكرايب لاصرار المطبخ مع اخلوق اول حاجة عملتها كوباية القهوة علشان خاطر بتروى البال كده يعني انا بحب ان نشرب كوباية القهوة اول معه طبعا هي عادة من الصحة بس انا بحاول ان انا اغيرها يلا بينا ناخد كوباية القهوة ونشربها كده واحنا بنعمل عجينة البيتزا العجينة دي انا باعتمدها دايما مش بغيرها تقريبا خالص فالا هيجربها بجد هيدعيلي عليها باكت الخميرة كده كله كوباية وعليه معلقة صغيرة من السكر وعليه مية دافية او يعني تقدر ان انت تلمزيها بايدك عادي حطهم على جنب علشان لو فارد هنحطها على العجينة ما فاردت يبقى هي غير صرحة للأكل هنا حطيت اربع كوبايات منت دي او تلات كوبايات ونص عليهم زر ملح صغيرة علشان السنة ونحط عليها بقى ايه الخميرة بعد ما فارد زي ما نورتها لكم كده معايا كوباية مية على جنب دي اللي انا بزود بيها لحد ما العجينة تلم معايا والربع كوباية الزيت دي انا مش هستخدم حتى نصته بس هي على برضو يعني الزيت والمية على حسب ما الدقيق بتاعك بيلم مش كل الدقيق زي بعض في دقيق بيحتاج سوال كتير وفي دقيق مش بيحتاج سوال كتير فده على حسب الدقيق انا بستخدم دقيق الضحة وبحبه بصراحة ومش بيحاول ان انا غيره لان هو كويس جدا في المغبوزات بدأت بقى ان انا اخدها عرخامة كده وعجينها والعجينة مش اقل من عشر دقيق لحد ما تبقى بالشكل ده غطيتها كده من فوق بشوية زيت كويسين كده وهغطيها بقى واسبها في مكان دافي كده او في فرن البوتجاز ده وحنا في الشيطة دلوقتي علشان ما يكونش وصل لها ساقعة يعني وما تخمرش في وقت طويل تعالوا بقى هنا هنعمل ايه هعمل معاكو التومية حطيت اربع معلق كبار من النشا وحطيت لهم كبية واحدة من المية دوبتهم مع بعض كده وعالنار لحد ما توصل للون الشفاف والحتة دي تقطعت بيني فبعتزرلكم سبتها على جنب الحد ما هي ديت خالص وبقت بالقوام ده هتبقى شفافة شوية جبتها حطيتها كده في الخلط بعد ما بردت حطيت عليها ربع كبية من الزيت احطلها كمان واحدة زبادي اي نوع زبادي انت بتفضليه او موجود عندك بس بجد التومية دي خطيرة حطيت لها كمان اربع فصوص من التوم وكان معاهم قرنفلفل احمر صغير قوي علشان تديه بس تعمل سبيسي شوية تقدر تتساغني عنه لو انت مش عايزها سبيسي هحطلها بقى كده اي حطلها مايونيز وده اساسي فلتمية انا حطيت اربع معالق كبار اطحانها كده بقى وعايز اقولكم ان احططلها معلقتين خل بصوا بقى الكبايت النشا يعني اربع معالق النشا او تلات معالق على كبايت مية بصوا عملولي كمية دي احلات مية ممكن تجرى بيها انا من زمان بعمل التومية بالطريقة دي وعايز اقولكم ان هي بتجنن ممكن تقعد في البطرمون عندك بس هنقلب البطرمون علشان تبقى فيه تكة نحطها في التلاجة ممكن تقعد عندك بالاسبوعين مش يحصلها اي حاجة طول ما انتي ملمستهاش خالص ولا جاتي جنبها ولو هتاخذي منها خدي منها بالمعلقة لو هتاخذي كمية صغيرة هنا كانت العجينة خمرت بالشكل الجميل ده طبعا باين يعني العجينة عاملة ازاي العجينة بتباين من الهششان بتاعها كده ونية كونترية بالشكل ده اصلي انتهى لثلات كوار علشان اها هعمل ثلات بيتزات اربع كوبات من الدقيق بيعملوا ليه ثلات بيتزات كوبور زي ما انته هتشوفوا كده حجمهم حلو جبت بقى الصينية ومعايز اقولكم ان انا مش بدهن الصينية اي حاجة خالص انا بحط الصينية كده وعليها العجينة على طول من غير دهنة الزيت او السمنة مش محتاجنها علشان العجينة نفسها فيها سوايل شكشكت العجينة كده علشان تتنفس وما تبقاش مكتومة حاطت لها معلقتين كبر من الصلصة وانا استخدمت الصلصة مع العرب هي مصرية وحلو قطعت اسجق بالشكل ده وحطت كمان على الطماطم وحط لها الفلفل والزاتون بالشكل ده لو وصلت لحد هنا اكتبي لي كومنت وحطي لي لايك هلو من ايدك كده خلاص اول صينية عملتها هدخل على تاني صينية وهعملها بنفس الشكل دوت وعايز اقول لكم انا عايزة اللي يتجربها يدخل في الجروب بتاع الفيس ويوريني كده عملها ازاي ويوريني كمان النتائج اللي طلح نفس الخطوات حاطت لها صلصة وبعدين الطماطم والفلفل والزاتون وهحط لها السجوء انا مقطع على السجوء صغير وعايزة اقول لكم ان انا ما شوحتهوش بتقدري كمان تشوحي عايزة اقول لكم ان هو في الحالتين بيطلع نفس الطعم وما بيكونش في اي اختلاف سواء شوحتي او سواء عملتي على طول زي ما انا عمليك كده مافيش اي اختلاف انا جربت بالطريقة دي وجربت بالطريقة دي فيش اي اختلاف لانه لما بيدخل الفرب احنا بنكون مولعين الفربنا من تحت وحطينه في الرفل الفنوس ولو هتساويه في الميكرويف يعني التسويب بتاعته بتكون حلوه برضو انا بحب التسويب بتاعته وبيستوي من فوق كويس جدا وبيستوي من تحت العجين بتستوي كويس جدا ما بياخدش اكتر من خمستاشر دقيقة في الفرن بيطلع معيك تحفة طبعا هنا برص كده الحاجة في البيتزا بكون مشغلة الفرن قبلها بخمس دايق كده علشان ما دخلها تبقى شغل بقبلها بخمس دايق هنا ستها خمرة حاجة بسيطة تاني وبعدين دخلتها الفرن وهنا حططلها من فوق الجبن وحططلها موزريلا وحططلها جبنة رومي او جبنة شيدر براحتك طبعا بس بيتزياني الجبن فهي كانت عايزة تتزود اكتر فيها الجبن هنا جميعا حطيت التومية هاي سأقول لكم ان هي خطيرة 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 هتطلقوا الطريقة بتاعتها هنا علشان اللي سألني على التومية يعرف الطريقة تاني انا كنت منزلها قبل كده على القناة تنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب لأسرار المطبخ مع خلود حطيت بقى هنا عليها الكاتشاب ويا جماعة اللي هيقولي المقاطعة هقولون الكاتشاب والمايونيز عندي انا لسه مشترت جديد خالص منه هنا كده كانت الصوني كلها طلعت وعايزة اقول لكم ان هي كانت تتجنن بجد بس انا طبعا صورت بعد ما بردت شوية فكانت الجبنة ما بتموتش قوي زي ما طلعت من الفرن عايزة بقى اقول لكم ايه رأيكم في المنظر ده جوزي بقى قلي عايز كوبية قهوة فقلت عملها له وحطها لكم كمان عايزة اقول لكم ان انا بجد يمكن اكتر حاجب اشرب القهوة فعايزة اعرف انتو ازاي بطلتو تشربوا قهوة او ازاي منعتوها بشكل كبير لان انا مش بقدر ان انا منحها فاللي عندو تجربة يكتب لي في الكومنتات شوفكو على خير ان شاء الله في فيديو جديد واتمنى ان الفيديو يكون عجبكو واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا